إنجاز جديد على المستوى العالمي نال سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى نال جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي في دورتها السادسة لفئة رياضي حقق نجاحات متميزة وذلك لإطلاق سموه لمبادرة السباحة التحدي من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين لمسافة 42 كم بزمن 20 ساعة شهر مارس الماضي والفوز بها نعم وبهذه المناسبة أعرب سموه عن بلغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهوده في تكريم الرياضيين وأهدا سمو الشيخ خالد بن حمد هذا الفوز العالمي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الدعم الأول للرياضة منوها سموه بالرعاية الملكية التي تحظى بها الحركة الرياضية في مملكة البحرين من لدن جلالته والتي كان لها الفضل في تحقيق أبناء مملكة البحرين للعديد من الإنجازات التاريخية في مختلف البطولات والمسابقات العالمية الرياضية وقال سموه إن استقبال جلالة الملك لنا عند نقطة نهاية مبادرة سباحة التحدي هي من اللحظات التي لن ننساها لما لها من أبعاد كبيرة كما أهدا سموه هذا الفوز إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيدا سموه بتشجيعه وبتشجيعهم لأبناء الوطن للمضي قدما نحو تحقيق مزيد من النجاحات وعرب سموه عن تهانيه إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة الفوز بهذه الجائزة الرياضية العالمية منوها سموه بأن هذا الانجاز الذي تحقق لمملكة البحرين سيسهم في تشجيع الشباب لخوض غمار البطولات والمسابقات وأضاف سموه إننا نهتم بدمج الرياضة مع الفعاليات والحملات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات في سبيل خدمة أفراد المجتمع مهيبا سموه بمختلف مؤسسات المجتمع إلى أهمية الالتفات إلى مثل هذه الجمعيات والمؤسسات الإنسانية والخيرية والتعاون والتنسيق معها لا يمكن أن ننسى تلك اللحظات التاريخية وذلك الإنجاز الرائع الذي حققه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة باجتيازه لمسافة 42 كم بزمن قياسي وصل إلى 20 ساعة سباحة متتالية امتدت من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين فالعزيمة والإرادة القوية التي تحل بها سموه لاجتياز هذا التحدي كان وراءه هدف إنساني وهو جمع التبرعات لصالح مرضى السرطان فالمبادرة التي أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحت شعار سباحة التحدي جعلت المملكة تعيش يوما تاريخيا عزز العلاقات وترجم التقارب الرياضي والسياسي والبعد الاستراتيجي بين المملكتين من جهة وكان يحمل رسالة إنسانية للعالم أجمع إن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة للتقارب والتعايش والإنسانية هذه المبادرة التي لاقت إشادة من الجميع وأصبحت محط أنظار العالم لاقت دعما أبويا من صاحب جلالة الملك المفدة فكانت لحظات استقبال جلالة لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عند نقطة نهاية مبادرة سباحة التحدي لحظات لا تنسى ولها أبعاد كبيرة تبث في النفوس الأمل فلا طالما كان دعم جلالته طريقا لتحقيق الإنجازات وتطور مسيرة الحركة الرياضية إضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من خلال تواجده في موقع الحدث ومتابعته لحظة بلحظة للسباق وهو أمر غير مستغرب من سموه فقد اعتاد أن يشجع ويدعم الحركة الرياضية في البحرين واليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تم الإعلان عن تحقيق إنجاز بحريني جديد على المستوى العالمي بحصول سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي في دورتها السادسة فئة رياضي حقق لجاحات متميزة رياضي حقق إنجازات متميزة من مملكة البحرين أيضا سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة هذه الجائزة تضاف إلى سجل الرياضة البحرينية جائزة جاءت نتيجة نجاح مبادرة سباحة التحدي والتي لاقت إعجاب وتقدير العالم أجمع والتي كان بطلها الأول سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة فهنيئا للبحرين وهنيئا لسموه سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين